الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك و أنعم على نبينا محمد صلى الله عليه و على آله و أصحابه أفضل صلاة و أتم تسليم أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب و الطالبات في مادة توحيد واحد أهلاً و سهلاً بكم اليوم معنا كما ترون على الشاشة من أنواع العبادة الخوف الرجاء التوكل ما أهدافنا لهذا الدرس بإذن الله الهدف الأول أن يتعرف الطالب على بعض أنواع من العبادة و كذلك الهدف الثاني أن يستدل على كل نوع من أنواع العبادة و كذلك أن يبين أمثلة على كل نوع من أنواع العبادة المذكورة ذكرنا لكم في درسنا الماضي و الدروس السابقة تعريف العبادة ذكرنا لكم أنه ينبغي علينا أن نكرر هذا التعريف فهو معنا في هذه المسائل المهمة فما هي العبادة؟ قلنا لكم إخواني و أخواتي أن العبادة شرعا كل ما يحبه الله و يرضاه من الأقوال و الأعمال الظاهرة و الباطنة و أيضا ذكرنا لكم أن العبادات فيها ظاهرة و فيها باطنة فمثلنا لكم بأمثلة في الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين و الصلاة و الزكاة و غيرها من العبادات و أيضا مثلنا لكم بالعبادات الباطنة كالإيمان بالله سبحانه و تعالى و حبه و كذلك الرجاء و التوكل و الخوف التي ستأتين بإذن الله في درسنا هذا اليوم بإذن الله سبحانه و تعالى ماذا سنتعلم؟ سنتعلم من أنواع العبادة و هذه العبادات التي سنذكرها بإذن الله اليوم الخوف و أيضا الرجاء و أيضا التوكل و أيضا التوكل لله سبحانه و تعالى أما الدعاء فقد مر معنا في درسنا الماضي فنريد أن نرجع لكم و أن نتذكر معا ما أخذناه في درسنا الماضي لارتباط هذه العبادات بالعبادات التي سنأخذها بإذن الله في درسنا هذا اليوم ذكرنا لكم أن الدعاء إصطلاحا أن يسأل العبد ربه كل ما يحتاجه و ينتفع به من أمور الدنيا و الآخرة و قلنا لكم أنه يطلب من الله تعالى المغفرة و الرحمة و الفوز بالجنة و النجاح من النار و ذكرنا لكم أن الدعاء من أهم العبادات و أعظمها و قلنا لكم لأنها تجمع أشياء كثيرة من هذه الأشياء الاعتماد على الله سبحانه و تعالى و كذلك الخضوع له جل وعلا و كذلك الافتقار إليه سبحانه و تعالى فالدعاء يجمع هذه الأمور لذلك عظم في دين الله سبحانه و تعالى و قلنا لكم هذه الآية العظيمة و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان و أيضا ما يبين على فضل هذا الدعاء و عظمه ما بين النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الأمر أنه قال الدعاء هو العبادة ثم ذكرنا لكم أيضا في الدرس الماضي المحبة و قلنا أن المحبة هي روح العبادة و لب العبادة فلا تصح عبادة إلا بوجود المحبة لله سبحانه و تعالى فقلنا لكم أنه يجب أن يكون القلب عامرا بمحبة الله سبحانه و تعالى محبة إجلال و تعظيم و سألنا سؤال لماذا أن نحبه محبة إجلال و تعظيم و أجبنا فقلنا لكم لما يستحق سبحانه من صفات الكمال و أيضا لما أنعم الله على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى و بيناها لكم في الدرس الماضي و بينا لكم الحديث الذي بيناه لكم أنه هناك ثلاث أمور ما اجتمعت فيه فقد رزق حلاوة الإيمان بيناها في درسنا الماضي و أيضا ذكرنا لكم العبادة الثالثة و هي الصلاة و قلنا لكم أنها هي أظهر شعائر الإسلام و قلنا أظهر شعائر الإسلام لأمور اجتمعت فيها فإنها تصلى و تجب على الصحيح و المريض على المقيم و المسافر على أمور كثيرة جمعت هذا الأمر فدلت على هذه الشعيرة و قلنا لكم أنها هي عمود الإسلام و ذكرنا لكم أنها تتضمن أيضا عمل القلب و اللسان و الجوارح و قلنا أن فيها قيام و ركوع و سجود لله سبحانه و تعالى فقلنا ينبغي علينا أن نحقق هذه العبادة و نقف معها وقفة فإنها هي صلة العبد بربه جل و علا و بينا لكم هذه الآية الكريمة و كذلك حديث النبي صلى الله عليه و سلم إن بين الرجل و بين الشركي و الكفري ترك الصلاة و بينا هذا الكلام في درسنا الماضي اليوم معنا بإذن الله الخوف أخواني و أخواتي بعدما عرفنا هذه الدروس السابقة المحبة و قلنا أن المحبة هي روح العبادة فالخوف أخواني و أخواتي هو عمود من أعمدة المحبة فلا تصح محبة إلا بجزء من الخوف فإننا قلنا نحب الله محبة إجلال و تعظيم و هذا الإجلال و التعظيم يكون من طريق عبادته عبادة الخوف لله جل و علا ما هو الخوف؟ الخوف هو أن يخاف العبد ربه و يخاف عقابه في الدنيا و عذابه في الآخرة بأن يخاف العبد الله سبحانه و تعالى فيخاف منه بذاته و يحذركم الله نفسه فيخشى العبد ربه سبحانه و تعالى أن العبد يعتقد اعتقادا جازما أنه سيقابل الله جل و علا ليس بينه و بين الله ترجمان فيخاطبه سبحانه و تعالى و يقرره بذنوبه فعلت كذا و كذا في يوم كذا و كذا فالخوف يكون من الله بذاته سبحانه و تعالى فهو العظيم الذي يخاف سبحانه جل و علا و أيضا نخاف من عقابه جل و علا نخاف من عقابه جل و علا فالمقصر قد تقع له العقوبة من الله فيخاف العبد من هذه الأمور في الآخرة في الآخرة فيحجزه هذا الخوف إذا تحقق هذا الخوف فخاف من الله و خاف من عقابه من نتيجة؟ النتيجة سيحجزه هذا الخوف عن الوقوع فيما حرم الله جل و علا فإن الخوف هو الصوت الذي يبعدك عن المحرمات لله جل و علا فهذه المحرمات ما يبتعد عنها الإنسان إلا من طريق الخوف فيخاف من النار و يخاف من عقاب الله و يخاف من الله سبحانه و تعالى و هذا بتعظيمه جل و علا يقول الله سبحانه و تعالى فلا تخافوهم و خافوني إن كنتم مؤمنين فالخوف من الله أخواني و أخواتي عبادة من العبادات العظيمة يجب وجوبا أن يعتقد العبد أنه لا أخاف إلا من الله الخوف الشرعي و كيف أحقق الخوف من الله بأن أعظم الله جل و علا أنظر في هذا الكون من خلق هذا الكون؟ أنظر في توحيد الربوبية الخلق و الرزق و التدبير الملك الكامل لله جل و علا و هذا مما يقرر العبد الخوف و يحقق الخوف في قلبه و لذلك مر معنا في أنواع التوحيد في سورة الفاتحة عندما قال الله سبحانه و تعالى في هذه السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جمعت هذه الآيات الرجاء و الخوف و المحبة و أما الخوف فمن قوله سبحانه مالك يوم الدين لو تأمل واحد منا أخواني و أخواتي أليس الله مالك كل شيء؟ لماذا خصص؟ فقال مالك يوم الدين لماذا لم يقل مالك كل شيء؟ لأن في الدنيا من يشركه في أصل الملك أما في الآخرة فلا ملك إلا الله سبحانه و تعالى مالك يوم الدين ما هو يوم الدين؟ بيّنها الله سبحانه في سورة الإنفطار و ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و الأمر يومئذ لله إذا اعتقد العبد هذا الأمر و خاف من الله و عظم الله نتج عن هذا التعظيم الخوف من الله سبحانه و تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت تأملوا هذا الحديث ليبين لنا ما قلناه قبل قليل فإن هذا التعظيم من تعظيم الله سبحانه ينتج لك العبادة العظيمة و إذا عبدت الله ما تغتر بعبادتك لماذا؟ لأنك معتقد أن الله هو العظيم سبحانه و تعالى فعبادتك فضل منه و كرم فلا تغتر بها انظروا ماذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تسأل الرسول عليه الصلاة و السلام يا رسول الله تقرأ هذه الآية و الذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله أهو الذي يزني و يشرب الخمر و يسرق فقال النبي عليه الصلاة و السلام لا يبنت الصديق لا يبنت الصديق و لكن الرجل يصوم و يصلي و يتصدق و يخاف أن لا يقبل منه و يخاف أن لا يقبل منه و لذلك إذا كمل خوفك من الله الخوف الحقيقي ليس المبالغ فيه و لا التفريط فيه الخوف الحقيقي بالتعظيم لله جل و علا احتقرت أي عمل تعمله و سألت القبول من الله و تخاف من الله و الذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم و جله خائفة ألا تقبل هذه الأعمال و هذا يدل على الخوف و عبادة الخوف في قلوب هؤلاء العباد فالعابد لله خائف منه سبحانه و تعالى بعد أن عرفنا الخوف و عرفنا أن الله عظيم سبحانه و تعالى خلق السماوات و الأرض سبحانه و تعالى هذا الكون كله بيده جل و علا عظمة الله تجعل في قلب العبد الخوف منه و لكن الخوف لا بد يكون بمقياسه الشرعي لذلك لا يكمل خوفك بالله إلا إذا تأملت في هذا الأمر أيضا و هذه العبادة الرجاء فالمحبة رأس و الرجاء و الخوف جناحان فأنت تسير و تطير في هذا الأمر كالطائر فالطائر له رأس و هو المحبة و له جناحان الخوف و الرجاء فإذا انقطع جناح الخوف صار عندك تأثرا و تفريطا في هذا الأمر و لا يمكن أن تحلق في الجو في عبادة الله سبحانه و تعالى و إذا تأثر عندك الرجاء تأثر عندك الخوف و إذا تأثر عندك الرجاء بالغت في الخوف إلى أن وصلت إلى القنوط من رحمة الله جل و علا فأما الرجاء و هذه العبادة العظيمة فهي طمع العبد بفضل الله و رحمته و كرمه و مغفرته مع أنك تخاف من الله لا بد أن تطمع بأن الله غفور أن الله رحيم أن الله كريم أن الله حليم أن الله ستير سبحانه و تعالى يستر العبد و يعفو عنه و هذا من كرم الله جل و علا فلا نفعل فعل إلا و الله له كرم و فضل علينا في هذا الأمر فكم من طاعة قبلها سبحانه و تعالى وكم من معصية غفرها وكم من ذنب لا تريد أحد ينظر إليك إلا و قد سترها عليك سبحانه و تعالى و هذا من لطفه و كرمه و رجائه قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب و يرجون رحمته و يخافون عذابه تأمل هذا النشاط أذكر أذكر ثلاثة أمثلة للرجاء الرجاء أمثلته كثيرة نذكر لكم اثنين و اجتهدوا أنتم إخواني و أخواتي في ذكري الثالث طلب العفو من الله ذكرنا لكم العبادة الأولى في درسنا الخوف فأنت تخاف من الله فتبتعد عن المحرمات طيب الرجاء ماذا ينتج عنه؟ تقبل على الطاعات فإذا ابتعدت عن المحرمات برادع الخوف و أقبلت على الله بالطاعات أنت مقصر مهما كان فأنت تفعل هذا الأمر فترفع يديك و تطلب العفو من الله و كثرة الدعاء دلالة على تطبيقك لعبادة الرجاء كثرة الدعاء دلالة على تطبيق لعبادة الرجاء فإنك تطلب العفو من الله و المغفرة و التوفيق و لا تتكل على نفسك كما سيأتين في درسه التوكل فكل ذلك مرتبط بعضه ببعض كذلك حسن الضم بالله أن تحسن الضم بالله أن الله غفور أن الله رحيم أن الله سيوفقني بإذن الله في دراستي سيوفقني في مستقبلي فلا أخاف عن المستقبل أن الله كتب لي رزقي و كتب لي أجلي و لا يمكن أن ينقص مني شيء هذا كله إحسان ضم بالله هذا الإحسان نتيجة على ماذا؟ نتيجة على ما استقر في القلب من رجاء الله سبحانه و تعالى من رجاء الله سبحانه و تعالى العبادة الثالثة إخواني و أخواتي التوكل ما هو التوكل؟ تأملوا الشاشة؟ ما هو التوكل؟ انظروا معي التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل انظروا إلى هذه العبارة العظيمة اعتماد القلب على الله عز وجل أن تعتمد أن تعتمد و يعتمد قلبك على الله فأنت لا قوة لك ولا طاقة فنحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه و تعالى و هذا هو معنى التوكل اعتماد القلب على الله لكن لا بد نكمل التعريف فلو لم نكمله لأصبح تواكلاً و لم يكن توكلاً حقيقة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح و دفع المضار من أمور الآخرة و أمور الدنيا منهما جميعاً من أمور الدنيا و الآخرة أيضاً مع الاجتهاد في فعل الأسباب المشروعة مع الاجتهاد في فعل الأسباب المشروعة فإذا عرفنا هذا الأمر اعتمد القلب على الله جل وعلا مع بذل الجهد و فعل السبب بذل الجهد و فعل السبب ينتج عننا هذا الأمر بإذن الله وهو التوكل لله جل وعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك و استعم بالله هذا توكل و لا تعجز فعل سبب و أيضاً و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كذا كان كذا و كذا و لكن قل قد الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يقول الله سبحانه و على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا نشاط أذكر أمثلة للتوكل أذكر لكم مثال مهم جداً في هذا الأمر و هو متعلق بدراستنا الطالب إذا اجتهد في مذاكرته فإنه لا يتكل على قوته و على ثقافته و على دراسته و تميزه الدراسي أول ما يجني على الفتى إيش؟ اجتهاده لكنه ينبغي عليه أن يعتمد على الله بأن يعتقد لا نجاح إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى فيسأل الله التوفيق فيعتمد و يتوكل على الله سواء اختبار أو دراسة أو مادة تراها فيها صعوبة فأنت تتوكل على الله مع إيش؟ مع بذل الجهد و فعل السبب فإذا فعلت هذا الأمر مع هذا الأمر حصل التوكل و كفى بالله وكيلا كفى بالله وكيلا أن يكون الإنسان إذا اعتمد على الله فإنه حقق هذا الأمر و توكل عليه سبحانه وتعالى نتحقق من فهمنا من خلال درسنا هذا أخواني وأخواتي السؤال الأول طمع العبد بفضل الله و رحمته و كرمه و مغفرته هذا التعريف هو تعريف الخوف أم الرجاء أم المحبة ما رأيكم؟ بلا شك أنه تعريف للرجاء تعريف للرجاء سؤال الثاني التوكل هو الاجتهاد في فعل أسباب المشروعة فقط التوكل هو الاجتهاد في فعل أسباب المشروعة ما رأيكم؟ عبارة صحيحة أم خاطئة؟ بلا شك أن العبارة بلا شك أن العبارة خاطئة بلا شك أن العبارة خاطئة لا بد نجمع بين اعتماد القلب على الله أول الأمر ثم بعد ذلك نفعل السبب الشرعي أو السبب الكوني الذي يقرر فيه مسألة الكون فهذه الأسباب لا بد أن تفعل باعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته